مرحباً القضايا كانت هناك تطفير جامد وترامض كبير جداً ما بين القضايا الإقليمية والقضايا الدولية والقضايا المحلية التي تحتل أولوية عند جنة السياسيين وأيضاً رجل الشارع غداً ختام فعليات هذه النسخة سوف يكون في الصباح التكريم لعدد من طلاب الأكاديمية الرئاسية وتخريجهم وحفل الختام والتوصيات سوف يكون مساء غداً إطلالة سريعة عن جلسات اليوم وكيف كانت أجنتة منتدى شباب العالم في الصحة والرابعة يساعدنا أن يكون معنا الدكتور أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشيوخ أهلاً بحريكا دكتور أهلاً وسهلاً بيك وكل مشاهديين أهلاً بيك حين نهاردة جلسة هامة جداً وكان هناك تعليمات ورسائل هامة من سيادة الرئيس فيما يتعلق بالتجارب التنموية والتعامل مع معدلات الفقر كيف لمصتم هذه الرسائل؟ طبعاً جلسة النهاردة جلسة هامة من ست جلسات كانت النهاردة في اليوم جلسة حضرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة بتعكس وضع العالم بعد جاءحة كورونا معدلات الفقر كنا نتكلم قبل كده عن معدلات الفقر هو مستوى داخل الفرض لكن النهاردة الأمم المتحدة تخرج به تعريف جديد للفقر وهو مستويات التعلم ومستويات الصحة والمعيشة النهاردة في 255 ألف فرصة عمل انهارت بعد جاءحة كورونا على مستوى العالم النهاردة في 66% في قارة أفريقيا يعانون معاناة شديدة جداً من الفقر وعدم تلقي جرعات اللقاح من كورونا الجلسة النهاردة كانت بتشوف تداعيات هذا الفقر وكانت بتدعو دول العالم إلى موجهة الديون المتراكمة على الدول الأفريقية بشكل كبير جداً سواء من إعادة جدولتها أو وضع حسف بعض هذه الديون أو وضع خطة لكيفية معالجة الفقر المتقع الموجود في العالم بشكل كبير جداً جزر أحمد كيف لمستم أجنتة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم ما هو اللافت للنظر في هذه الأجنتة وهو من مختلف عن النسخة السابقة هذه النسخة هي نسخة التحدي التحدي في عمل منتدى بهذا الشباب شباب من 196 دولة على مستوى العالم بيحضره منتدى في وسط جائحة كورونا إجراءات احترازية دقيقة جداً ونقل لرؤية مصر لشبابها ونقل لقوة الدولة المصرية وتطورها بشكل كبير جداً النهاردة الشباب بيستمع من كل دول العالم بيتعاونوا مع بعض في ورش عمل وفي جلسات وفي نقاشات حضور سيد رئيس الجمهورية وجافة الوزراء نقلة كبيرة جداً على مستوى المنتدى في نسخته الرابعة بتورنينا النهاردة وضع مصر القوي اللي النهاردة بيدقلنا إن ننقل رؤية مصر مثلاً في مبادرة حياة كريمة ووضعها على مستوى العالم العالم كله كان عنده إبهار بوضع مصر وتعمل نسخة حياة كريمة بأكثر ما تعدى من 800 مليون 800 مليار جنيه وهي رقم ضخم جداً وخلال 3 سنوات النسخة دي ما بتمش على مستوى العالم في أقل من 10 سنوات لكن مصر بتعمل إعجاز كبير جداً في إن هذه النسخة سوف تكون في 3 سنوات بس وهتعود بالفايدة على 58% من مواطن الدولة المصرية واهتمام بالمواطن المصري في الريف نقلة كبيرة جداً ونقلة لشكل مصر إزام العالم كله إدعى عن المنصب وعن تعطيك وحضورك في الجلسات الممتدى ما هو اللافت لكشاب مصري إيه اللي شدك النهاردة في النسخة الرابعة لمنمتدى الشباب العالم وإيه اللي أضاف لخبرات الدكتور أحمد طبعاً الإضافة كبيرة جداً كل منتدى متعلم منه كتير كل منتدى بنشوف تجارب كبيرة بننقل خبراتنا للشباب الأصغر سناً وبنتعلم من الأكبر مننا المنتدى كمان فيه روح قوية جدا روح تعاونية ما بين دول العالم عندنا شباب من أوروبا وأفريقيا وأسيا كل ده بيتعاونوا مع بعض وبينقلوا خبراتهم وخبرات دولهم بشكل كبير جدا المنتدى النهاردة فرصة رائعة لشباب العالم ما فيش حاجة في العالم كلها بتجمع على الشباب بهذا الكم إلا منتدى شباب العالم والنسخة الرابعة نسخة مميزة لغاية اهتمام بكل التفاصيل الدقيقة اللي النهاردة خلتنا فخرين جدا أن كل الشباب من كل دول العالم فخرين بتواجدهم في مصر وبيصعوا لتقديم طلبات للنسخة الخمسة بشكل كبير جدا بيسألونا من النهاردة على النسخة الخمسة إزاي نحضرها ودي وضع بيعكسه قوة مصر وقوة مصر كدولة رائدة على مستوى شباب العالم كله شكرا جزيلا ليك الدكتور أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الصدية مجلس شكرا جزيلا شكر شكرا جزيلا شكرا في النسخة الخمسة يكون فيه زخم أكبر وأكبر وفعلا يعني منتدى الشباب العالم من نسخة الأخرى تده يفرض نفسه على الساحة الدولية ويحظى باهتمام كبير من جانب الشباب من مختلف دول العالم أعود مرة أخرى إليك فوزي لاستكمال فقرات من القاهرة وصدياتنا في القاهرة إليك فوزي